السلام عليكم عزيزيزة المشاهدين اليوم انا حشرح لكم أربعة أسباب تؤدي إلى فشل استراتيجياتكم وهدافكم ووخطةكم الخاصة بالمنظمة والشركات اللي انتم تمتلكوها عشان يخليكم معي في هذه الحلقة لانامهم مهمة جدا لانها بتعرفكم كيف تتجنبوا هذه الأسباب لكي لا تؤدي إلى فشل هذه الاستراتيجيات الخاصة بشركاتكم وخليكم معي بعد هذا الفصل نتعرف على هذه الأسباب بداية بحب أن يكون بعيد الفطر المبارك كل عام وانتوا بخير وعاده الله علينا وعليكم بكامل الصحة والعافية وبحب طبعا أذكركم بالاشتراك بالقناة ولا تنسى الضغط على زر الجرس لصلكة الجديد من قناتي وخلينا عزاء المسلمين تعرف على السبب الرئيسي واللي بتندرج منه أربعة أسباب رئيسية بداية التنفيذ السيء للاستراتيجية أو الخطة هو العامل الأساسي لفشل هذه الاستراتيجية أو هذه الخطط وخلينا تعرف على أربع أسباب الفرعية واللي بتأدي إلى فشل استراتيجيتنا أو خططنا في شركاتنا وفي أعمالنا ودعونا تعرف على السبب الأول وهو الإمكانيات والقدرات المادية الخاصة بالشركة أو بالمنظمة أو بمشروعك يعني كثير من الناس لا يمتلك القدرات والإمكانيات وللأسف يضع استراتيجيات أو خطط طبعا تتنافى مع الإمكانيات اللي هو بيمتلكها وبالتالي يجد نفسه واقف في منتصف الطريق أو يفشل يعني في بداية هذا المشروع أو في بداية هذه الاستراتيجية وبالتالي للأسف يؤدي ذلك إلى فشل منظمته أو مشروعه أو شركته لماذا؟ لأنه لم يقص الواقع الموجود ويضع الخطط والاستراتيجية بناء على هذا الواقع الموجود في الشركة أو المنظمة أو مشروعه الخاصة أما بالنسبة للسبب الثاني فهو أن كثير من الشركات لا تشرك العاملون في هذه المنظمة أو في هذه الشركة في صياغة الاستراتيجيات الخاصة في هذه المنظمات وبالتالي لن يقوم العاملون بتنفيذ المهام اليومية بما يتلاءم مع وضع هذه الاستراتيجيات وهذه الغير وبالتالي تفشل هذه الاستراتيجيات في نهاية الأمر لماذا؟ لأن العاملون لم يشتركوا في وضع هذه الاستراتيجيات ولم يشاركوا في صياغتها ولم حتى يشاركوا في اعتمادها وبالتالي يستغرب أصحاب الإدارة العليا في فشل استراتيجياتهم وأهدافهم للمنظمات أو الشركات ولكن لسبب بسيط أنهم لم يشركوا العاملون في المظمة بالشكل الصحيح في صياغة تلك الاستراتيجيات وتنفيذ على الوجه المطلوب ودعونا نشوف السبب الثالث إن أردت صياغة استراتيجية جديدة أو خطة جديدة يجب عليك تغيير المكونات القديمة أو النظام القديم السائد حيث أنه لا يمكن تحقيق وتنفيذ استراتيجية جديدة بنظام قديم سائد بالي إذن يجب عليك تغيير النظام والسياسة العامة في شركتك في منظمتك في مشروعك حتى يتم تحقيق هذه الاستراتيجية أو الخطة الجديدة الموضوع لذلك احرص على تغيير النظام السائد لديك حاول أنه أن تتحدث هذا النظام مع الاستراتيجات الجديدة حتى يمكن تنفيذها بشكل سلس وسعب ويقول إنشتاين أنه من الجنون تكرار نفس الشيء وتريد نتائج مختلفة إذن حاول تغيير الطريقة والأسلوب اللي أنت بتشتغل في هذه الاستراتيجيات عشان تحصل على نتائج مختلفة وبختم بالسبب الرابع وهو حاول ربط نظام الأداء للموظفين بالاستراتيجيات الجديدة لا تجعل نظام الأداء مرتبط بالاستراتيجيات والنظام القديم الموجود لديك في مؤسستك أو في منظمتك حاول أنه أنت تضع استراتيجيات جديدة وتحدث من النظام أو السياسة الموجودة لك لأداء أو مراقبة أداء الموظفين حتى تنجح هذه الاستراتيجية في اللي هو زيادة أداء شركتك وتنمو الأرباح والإرادات عشان هيك أنه إحنا بنحثك على تطوير دائما الأداء والنظام العام بما يتناسب مع استراتيجياتك وخطتك الجديدة حتى تؤتي ثمارها وتؤتي النتائج اللي أنت تنربى وللأسف كثير من أصحاب الإدارة العليا بتسأل ليش ما نجهت الخطط اللي هو الجديدة ليش ما نجهت الاستراتيجيات الجديدة اللي احنا وضعناها للعام مثلا 2020-2021 منقوله ببساطة حاول أنه أنت تحضر اللي هو من الاستراتيجيات والنظام القديم حدث هذا النظام بما يتناسب مع الخطط الجديدة وهيك أنا بكنا أعزائي المشاهدين وصلت لنهاية حلقتي بدعوكم طبعا يشارك في القناة لا تنسى الضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وكل الكرسات اللي احنا نرفع على هذه القناة لتستفيد منها وننشر العلم والمعرفة بين الناس أيضا بذكركم بالكتاب الإلكتروني اللي أنا رفعته على حسابي على الباترون اللي بحب يحصل على هذا الكتاب يتوجه لهذا الحساب ويحصل عليه من خلال الدعم الخاص لهذه القناة ليساهم في تطوير المعرفة والعلم اللي احنا بننشره بين الناس وإن شاء الله بكون إليك سهم في هذا العلم والمعرفة اللي احنا بننشرها طبعا لنغير في حياة الناس ونساهم في تطوير أدائها وحيازتهم على المشاريع والأحلام والأفكار اللي هم بيتمنوها باختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وعليك المصير بأشوفكم في حلقة قادمة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة